وثائق استخبارية سرية وخطيرة سربت يوم أمس من جهاز ووزارة الاستخبارات الأمن الإيرانية تكشف هذه الوثائق كل طبيعة التدخل للاستخبارات الإيرانية في الداخل العراقي وشلون هم كانوا يجندون جواسيس لهم في الداخل العراقي حتى يشتغلون لصالح إيران ضد الولايات المتحدة وضد القوات الأمريكية وطبعا هذه الوثائق كلها اللي حصلوها هي لأول مرة حصلوا هذا الكم الهائل من هذه حقيقة الوثائق اللي هم إحدى المنظمات الإخبارية الغربية المهمة اللي هي مو أول مرة تحصل على مثل هجي وثائق هذه الوثائق مؤرخة من 2013 إلى 2015 الانترسبت الأمريكية هي من تحصلت على كل تفاصيل هذه الوثائق واجدت بها معلومات كثيرة حقيقة تبين طبيعة سيطرة المخابرات الإيرانية على الداخل العراقي بشكل هائل جدا يفوق تصور أي شخص فعليا هذه طبعا إذا أخذنا واحدة من الوثائق اللي هي النشرة على الانترسبت الأمريكية حتى بس نطلع على طبيعة الشون هم كانوا يجندون الأشخاص العراقيين لكي يعملوا لصالح إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من الوثائق على سبيل المثال هي وثيقة متعلقة بشخص كان أصلا جاسوسا لإيران من سنين طوال تقريبا من يوم ما تم غزو العراق إلى سنوات حقيقة متقدمة فهم يثقون بي كثيرا هذا الشخص عادة وفي هذه الوثائق للي ما يعرف بالعادة يحطون رمز أو رقم للشخص المعين لا يذكرون اسمه لا يذكرون عقيته لا يذكرون عشيرته كل شيء ما يذكرون فهذا الشخص بهذا الرقم كما هو مذكور في هذه الوثيقة هو شخص عراقي كان مثل ما قلت لكم يعمل للمخابرات الإيرانية ويطيهم معلومات للإيرانيين عن القوات الأمريكية اللي موجودة بالعراق ظل ينطيهم معلومات إلى الألفين وداعش وبعد ذلك طلعوا الأمريكان من العراق فعليا ولذلك الإيرانيين قطعوا علاقتهم به لأنه بعد ما كهو شيء مهم أنه يتواصلون به وهذا الشخص على هذا الأساس يعني خلص كل واحد يروح المكانة ولكن بالألفين وخمسة عشر رجع هذا التواصل لأنه مثل ما ندري تنظيم داعش الإرهابي سيطر على مساحات كبيرة جدا من العراق وجو الأمريكان وإجاد تحالف الدولي لمساعدة العراق رجع هذا التعاون بالألفين وخمسة عشر بين هذا العراقي وبين المخابرات الإيرانية قال لهم أنا أقدر أساعدكم مرة ثانية ونقطة مهمة هو كان في عوز مالي على الرغم من أنه يشتغل في جهاز الأمن العراقي عادة ليعمل معهم من جديد وفي مقابلة سرية كشفتها هذه الوثائق أنه هم رادوا يعرفون أنه إحنا نوظفك لكن شنو المعلومات اللي نحصلها من عندك فعليا فوحدة من المعلومات اللي أثارت انتباههم واهتمامهم هو صديق هذا الشخص اللي هو موجود ويعمل في قاعدة أنجرلك الجوية اللي موجودة بها طبعا القوات الأمريكية قال لهم صديقي ممكن ينطيكم معلومات حاولوا يقابلوا طلبوا مقابلته ولكن التجديدات الأمنية هائلة جدا فطلب هذا الشخص العراقي أنه ما يصير تواصل وياه بسبب أنه ممكن أن تنكشف كل هذه العملية لكن هذا الصديق راح توجهه للولايات المتحدة الأمريكية طبعا بدورة لمدة شهرين تدريبية وعاد إلى قاعدة عين الأسد وهنا المهمة بالنسبة للعراق عاد إلى قاعدة عين الأسد وبعد ذلك أبلغ هذا الشخص الإيراني والمخابرات الإيرانية أنه إحنا هسا نقدر نفتح للملف وحطه له رقم خاص لهذا الشخص بعد ما هو تواجد في قاعدة عين الأسد وأيضا حتى المدير المسؤول عن الملف حطه له رقم آخر ليس هناك أسماء مثل ما قلنا لكم فلذلك مكان عدهم جاسوس موجود في قاعدة عين الأسد وهذه القصة وهذه الوثيقة تحديدا اللي ذكرتها لكم بالنص تكشف تماما وتبرر تماما الضربات الدقيقة التي صارت على قاعدة عين الأسد فعليا اللي نذكرها اللي صارت انتقاما لقاسم سليماني ضربات مباشرة صارت بصواريخ على قاعدة عين الأسد لكن كانت الضربات دقيقة واضح أن نعجهم معلومات دقيقة عن الكثير من الأمور داخل القاعدة يعني إحنا إذا نريد نلقي نظرة على طبيعة الصورة اللي انتشرت لقاعدة عين الأسد والدمار اللي صار كانت الضربات كلها على كارفانات بها تواجد للقوات الأمريكية واضح جدا أنهم حتى كانوا يعرفون أنهم تنطرق صافرات الإنذار وتجي الصواريخ أنه قد التوقيت اللي يحتاج الجندي الأمريكي والجنود الأمريكيين حتى ينتقلوا من كارفاناتهم إلى الملجأ ودليل على ذلك أنه صارت إصابات بين الأمريكيين ما صار أي قتيل بحسب التقارير حقيقة الدولية والأمريكية لكن صارت إصابات وصار صدع وصارت بعض الأمور اللي يحتاجوا وهم يعالجوها فواضح جدا أن الضربات كانت دقيقة ما الواحد يعرف تفاصيل وما أخذ صور وما أخذ عدة أمور أيضا هذه القصة وهذه الوثيقة الذكرتها لكم تكشف أيضا طبيعة المعلومات الاستخبارية اللي عندهم كنث مكنزي في آخر زيارة إلىه كنث مكنزي هو قائد القيادة الوسطى الأمريكية بمجرد وصوله بزيارة سرية إلى المنطقة الخضراء كانت أكو 30 صالوخ كاتيوش جاهزة تنتظر للرجل وضربت السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء وصار حدف كبير كل العراقيين يذكروه فلذلك هذه ما تجهيش ضربات إلا بمعلومات دقيقة استخبارية ونالك حقيقة الكثير من الوثائق التي ذكرت في الانترسيفت على هذه التفاصيل عملية التواصل مو بس على هذا المستوى وإنما على مستويات أعلى كانوا يراقبون الأمريكان بالمطارات كان عندهم تواصل ورشاوة لمسؤولين عراقيين وحتى ضباط في الاستخبارات العراقية بحسب الوثائق اللي ذكرتها إيكم واللي ذكرتها الانترسيفت هم متورطين في عملية التواصل مع المخابرات الإيرانية بشكل كبير جدا وهذا اللي نشرتها حقيقة هي الانترسيفت نفسها هذه مو أول مرة تنشر وثائق مثل ما قلنا لكم هي أصلا أساسا قبلها الوثائق اللي ذكرتها إيكم عدها 700 صفحة من الوثائق المتعلقة في طبيعة التدخل للإستخبارات الإيرانية داخل العراق وآخر عمل لهم قبل هذه الوثائق اللي نشرت البارحة هي كانت بتعاون بين الانترسيفت وبين النيويورك تايمز نشروا هذه التفاصيل اللي ذكركم عليها المتعلقة بالمسؤولين والمتعلقة بعملاء إيران اللي هم بالاستخبارات العراقية شوف شون اللي قالت النيويورك تايمز يتربص المخبرون في مطار بغداد ويلتقطون صور الجنود الأمريكيين ويراقبون الرحلات الجوية العسكرية للتحالف أضافت أيضا يتلقى المخبرون مقابلا عن عملهم لصالح إيران سواء كان عن طريق الهدايا أو بتقديم الرشاوة لمسؤولين عراقيين أو حتى نفقات مصاريف لضباط في الاستخبارات العراقية هذا الموضوع خطير للغاية ويضرب المنظومة الأمنية العراقية في الصميم ولكن أيضا يبين طبيعة السيطرة والتدخل الإيراني الهائل في الداخل العراقي بنفس الوقت أيضا يكشف أنه الأمريكان عندهم أيضا عملاء عراقيين تابعين لهم لكن السؤال الأهم والذي انكشف بهذه الوثائق أنه هم شلون دايوظفون هذول العراقيين وديخلوهم يعني ناس كلش عندهم ولاء كبير لإيران بحيث يشتغلون لهم ضد الولايات المتحدة الأمريكية هناك مواصفات والاجتماعات تصير بأماكن معينة الاجتماعات حقيقة وللأسف الشديد تصير في مراقب دينية بحسب الانترسبت والوثائق التي نشرتها فعليا فخلينا نشوف هذه التفاصيل لهذه الوثائق التي نشرت البرحل التي طبعا كشفت الكثير شوف شون اللي قالته العديد من عملاء إيران العراقيين يتم توظيفهم خلال زيارات الشخصية للمواقع الدينية في العراق إن ذلك يوفر غطاء جيدا لاجتماعات التجسس أيضا أضاف أمرا آخر ومن أجل تجنب خيانة عملائهم في العراق كان الإيرانيون أكثر استعدادا للثقة في المخبرين الذين كانوا من نفس عقيدتهم من العراقيين ولديهم بعض الروابط العائلية مع إيران وأيضا أنهم طبيعة العمل الاستخباري مالتهم هي حقيقة تعتمد الأساليب القديمة والتقليدية من يعتمدون على التطبيقات أو غيرها اللي يعرفون كله زيانا أنه تصير عملية ضابط وهذا أمر كشف من خلال هذه الوثاة ترجمة نانسي قنقر